ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام السرعة في إنجاز العمل لا تعني أبدا أن العمل لن يكون متقنا فأصبح إيقاع الحياة في العصر الحديث أسرع بكثير من ما مضى فيستوجب أن يكون الإنسان قادر على تطوير نفسه ومواكبة الحياة اليوم فعملية الأداء البطيئة في العمل لا تتوافق مع طبيعة الأشياء اليوم وفي هذا الفيديو سنقدم لكم أسرع العمال في العالم الذي يمكنهم القيام بأمور شديدة الدهشة يعشق الأطفال مارشميلو لطعمه اللذيذ هنا يصنع هذا الرجل المارشميلو بسرعة فائقة يبدو كأنه يلعب لعبة بالفعل يقوم هذا العامل بتغليف العجلات بشكل رائع للغاية فأنجز عمله بسرعة كبيرة فكيف قام بذلك الأمر يقوم هذين الشخصين بنقل مجموعة من البراميل باستخدام البرميل نفسه فيقوموا بضحرقته بمهارة كبيرة إلى حيث ما يريدون مما سهل عملية نقلها للغاية الجميع يحب الكعت وله طرق مختلفة في التصنيع انظروا إلى هذا الشخص يقوم بسجب خليطه في هذه الكوالب بسرعة وبدكة كبيرة فيا له من إتقان يتجمع الناس في مطاعم الأكلات السريعة والعمال بها يعرفون جيدا كيف يعملون بسرعة ومهارة فائقة يقوم هذا الشخص بتقليب البيض بسرعة فائقة مشاهدة الأفلام الأجنبية الأصلية جيدة يمكنكم استماع صوت الممثلين وتعلم لغا جديدة لكن الكثير من الناس يفضلون الأفلام المدبلجة هنا يأتي دور الممثلين الصوتيين بتأدية ذلك يتم منحهم الحرية الكاملة في طريقة الأداء والتعبير في تكسيد صوت الشخصية الحقيقية ولكن بعضهم يبدع في ذلك ولا يقتصر أداءه على التعليق الصوتي فقط بل على الرسوم المتحركة أيضا أدى هذا الشخص العديد من أدوار الشخصيات المشهورة مهارته لا تتكفل في التكلم بأصوات مختلفة فقط بل أنه قادر على تقليد أصوات أخرى مثل أصوات الحيوانات وأصوات محركات السيارات وغيرهم من الأصوات الغريبة فهذا فوق العادة بالفعل دائما تكون الفنادق نظيفة جدا لأن ذلك يساعد في جذب عدد كثير من النزلاء لهذا الفندق يقوم هذا الرجل بتطبيق المفارج بطريقة سريعة للغاية فمن الممكن أن يقوم بتطبيق جميع الأشياء حوله في بضع دقائق يقوم عمال البناء بالكثير من الأعمال الشقة فإذا أرادوا تغطية سطح منزل فسيحتاجون يوم كامل على الأقل لكن تمكن هذا الرجل من فعل ذلك الأمر في بضع دقائق فقط يقوم هذا الرجل بتنزيف هذه الشجرة من فروعها باستخدام هذه المغرفة الكبيرة فيعمل ذلك بسرعة لا تصدق فقد صنعت هذه المغرفة خصيصا لذلك الأمر لكن استخدمها هذا الرجل بشكل أفضل فيا له من شخص ماهر يتم في هذا المصنع تغليف اللحمة على هذه الآلة تقوم هذه الفتاة بوضع اللحمة على الخط المحدد لضبط طول القطعة بسرعة فائقة تجتمع الكثير من العمالة للبناء فجميع مراحله تحتاج إلى عمال من زوات الخبرة في الأشياء المختلفة فلذلك لا تكون عملية التشييد سريعة للغاية بل تتطلب بعض الوقت لفعل ذلك ولكن انظروا إلى هؤلاء العمال الذين يعملون بسرعة كبيرة كالآلات التعامل مع الزجاج يحتاج إلى الكثير من الهدوء في العمل يقوم هذا الرجل بتقطيع الزجاج إلى دوائر بسرعة ومهارة فائقة ودون أحداث أي ضرر فيا له من عمل رائع تكسير الحجارة أمر صعب للغاية فيستخدم له الكثير من الآلات لتكسيره لكن هنا يقوم هذا الشخص بتكسير الحجارة في دقائق معدودة ويقطحها بالحجم المطلوب وبالسرعة المطلوبة أيضا لا تفكر في فعل ذلك على الإطلاق سواء في المنزل أو الشارع أو أي مكان آخر يقوم هذا الشخص المحترف صاحب الأسنان القوية جدا بتكسير البطيخ بأسنانه فهذا العمل يبدو كأنه عملا جنونيا بالفعل ولكن انظروا إلى سرعته في فعل ذلك الأمر البيض دائما موجود على المائدة تقوم هذه الفتاة بتقطيع البيض إلى قطع صغيرة جدا وبصرعة كبيرة تقطع هذه السيدة الخضروات باستخدام هذه القطع الخشبية المجوفة ولكنها تقطعها بسرعة كبيرة جدا وبإتقان يعاني الكثير من الناس عندما يستخدمون مصمارا ومطرقا لفعل شيء ما فيكون الأمر في غاية الصعوبة لهم لكن هذا الرجل يمكنه أن يفعل ذلك بكل سهولة دون أي خطأ فإياكم محاولة تقليد فهو أمر خطير للغاية الشاورمة من الأطعمة اللذيذة للغاية يتناولها الكثير من الناس لطعمها المميز فهي من الأطعمة السريعة المنتشرة في كثير من المطاعم فيتناولها الناس بكسرة ولذلك فعل الطاهي العمل بصرعة كبيرة جدا حتى يتمكن من تلبية كفة الطلبات يقوم هذا الطاهي بتجييز الشاورمة بسرعة لا تصدق فلدي سرعة كبيرة جدا يستهلك الخبز الكثير من الجهد لتحضيره انزروا لهذا الرجل الذي يقطع الخبز بطريقة سهلة للغاية فلا يستغرق أي وقت في تقطيعه وتحضيره عند العمل في فندق لابد أن تكون طاهي متميز بالفعل فالأمر في غاية الصعوبة لابد أن تتحلى بالسرعة والإتقان والإبداع في العمل لتلتحك بذلك فيتم انتقاء الطهاب دقة متناهية انزروا إلى هذا الطاهي وطريقة تحضير الطعام فهو لا يكون بالأمر بالطريقة التقليدية بل ابتكر هذا الإسلوب في العمل من أجل التماشي مع متطلبات العمل هناك الكرواسون من الأطعمة اللذيذة للغاية ويمكن تهيه بسرعة أيضا لكن كم يمكنك من الوقت لتحضير 500 قطعة كرواسون فيقوم هذا العامل بتقطيع الكرواسون بسرعة كبيرة جدا فيستغرق تقطيع 500 قطعة كرواسون دقيقة واحدة فقط الرسمة أحد الهوايات التي يحبها الكثير فيستخدم فيها مجموعة من الألوان الكثيرة الضقيقة جدا فهناك بعض المحترفين الذين يبدعون في ذلك هذا الفنان الموجود أمامكم قد يكون أسرع الفنانين في العالم سرعته راهبة جدا وإتقانه لا خلاف عليه فيقوم برسم كل ذلك في دقائق قليلة جدا فيا له من عمل مدهش ورائع شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة